ترجمة نانسي قنقر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما كاملين دائمين إلى يوم الدين أحبة الكرام مشاهدين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك حسن الكلام ولقاءنا اليوم يتجدد مع موضوع جديد نتحدث فيه عن الأمل عن التفاؤل عن الإيجابية ونحن ننتظر جميع تعليقاتكم وتفاعلاتكم معنا عبر صفحة الفيسبوك يكفي أن تكتب البرنامج التلفزي حسن الكلام ونحن نرحب بجميع ملاحظاتكم بداية سبب اختيارنا لهذا الموضوع هو ما نلاحظه جميعا هذه الأيام يعني انتشرت ثقافة اليأس والإحباط والتشاؤم والسلبية وخوف كثير من الناس من المستقبل حتى أن الكثير مننا أصبح يتوهم ربما وخوف مفرط من المستقبل ونحن إذا أردنا أن نبني مستقبل بلادنا ومستقبل شعبنا ومستقبل أمتنا لا يمكن أن نبني مستقبل بلاد بأياد مرتعشة بأياد خائفة بنفسية أو شخصية ضعيفة نفسية مهزوزة تتأثر بالأزمات تتأثر يعني بجميع الصعوبات لابد من شخصية قوية من صفات ومن سمات الشخصية القوية هي التفاؤل وعدم اليأس والإيجابية والعمل نحو المستقبل بنفسية منشرحة بنفسية تتوق إلى الخير تتوق إلى ما هو أفضل تطمح إلى التغيير وإلى التحسين هذا الأمر هو منهج القرآن الكريم وهو منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في سورة الإسراء كما سنتابع معا على الشاشة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا ليما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر سبحان الله يعني لهم البشرة في الآيات كثيرة من القرآن فيها البشارة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وأن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبحان الله منهج القرآن الكريم هو منهج التبشير هو منهج التيسير هو منهج الأمل والتفاؤل سبحان الله يعني ربي سبحان الله في كثير من الآيات تحدث عن البشارة إن هذا القرآن يهدي للته أقوام ويبشر الله سبحانه وتعالى يبشرنا بالخير حتى في لحظات الممات تأتي الملائكة تبشر العبد المؤمن حتى وإن كان الإنسان عاصي مشرف على نفسه حياته كاملة هو في المعصية حياته كاملة هو بعيد على ربي سبحانه وتعالى يأتي القرآن كي يبشره حتى لا يجعله يقنط ولا ييأس من روح الله ومن رحمة الله جل وعلا يقول ربي عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ربي سبحانه وتعالى يبشر عباده أنه يقبل توبة العبد هذا العبد اللي حياته كاملة هو في المعصية لكن حتى من مات قبل موته حتى من تاب قبل موته بعام تاب الله عليه من تاب قبل موته بأسبوع بشهر بساعة تاب الله عليه إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها المكان الوقت الزمان الوحيد اللي يغلق فيه ربي سبحانه وتعالى باب التوبة وباب القبول هو حينما تغرغر الروح أو حينما تطلع الشمس من مغربها وهي علامة من علامات الساعة الكبرى لكن هذا القرآن الكريم شوف سيدنا يعقوب حينما مبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم وفقد أعز أبناؤه وأحب أبناؤه إلى قلبه الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف عليه السلام يقول الأبناء يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلماذا الخوف ولماذا الأحباد ولماذا اليأس يعني سبحان الله ربي عز وجل من صفات الصبور وشوف ربي قد صابر علينا وربي سبحانه وتعالى عنده عديد من الأزماء وعديد من الصفات منها ما علمنا ومنها ما لم نعلم وآخر اسم فكرة 99 اللي نعرفوها تلقاء اسمه الصبور الصابر علينا صابر علينا وعطينا فرصة فهالدنيا هذه حتى نرجعه حتى نتوبه حتى نعمله حتى نجده حتى نجده سبحان الله وكان عليه الصلاة والسلام أيضا إذا كان هذا منهج القرآن الكريم كان عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه وكان دائما يدفعهم للأمل ويدفعهم للإيجابية وعدم اليأس وينهاهم عن كثرة الشكوى في كثير من الناس دائما تلقى سلوكه ولو تلقى حتى أموره لباس أموره متمشية وفي خيره نعمة المال موجود الصحة متوفرة لكن سبحان الله تلقى كثير الشكوى يشتكي ديما الأمور مش ماشية ولكن في الحقيقة لا تكون الشكوى إلى الله إلا للمولى عز وجل يعني إنما أشكو بثي وحزني إلى الله كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الإيجابية سبحان الله شوفوا الآيات العظيمة هذه في سورة الأنفال وهي فيها معنى عظيم للاستجابة تابعوها مبعضنا على الشاشة يقول ربي عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون كان عليه الصلاة والسلام حياة كاملة كل عمل كل إيجابية كل تفاؤل حياة كاملة منذ أن نزل عليه قول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق رجع إلى السيدة خديجة وقال لها لقد انتهى عهد النوم يا خديجة حان وقت العمل حان وقت الدعوة إلى الله النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة في الدعوة لم يعرف طعم اليأس ولم يعرف طعم القنوط وكان دائم سلوك التبشير إذا آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام كان يدعي في الناس ويوصف الأمة هذه سواء في حجة الوداع أو في آخر لحظاته وفي آخر عهده بالحياة هذه كان يقول عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم اتقوا الله في النساء وكذا وصائي عظيمة للأمة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أوصانا حتى الآخر حياتنا في الحديث الذي رواه سيدنا أنس انتبعوه معنا على الشاشة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها وهذا الحديث رواه الإمام أحمد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغل كل الفرص باشي بشر أصحابه كان يبشرهم صلى الله عليه وسلم بقدوم رمضان كان يقول أتاكم شهر مبارك يبشرهم شهر فرض عليكم فرض الله عز وجل عليكم فيه صيام وسن لكم فيه قيامة وفيه ليلة خير من ألف شهر كان عليه الصلاة والسلام يبشرهم بالنصر ويبشرهم بالفتح ويبشرهم بالتمكين كان عليه الصلاة والسلام في أكثر الغزوات في غزوة الأحزاب مثلا عشرة آلاف مشرك يحاصرون المسلمين من كل صوب من كل حدب جاءوا من كل مكان حتى ربي عز وجل يقول في القرآن في سورة الأحزاب آية عظيمة نزلت عليه صلى الله عليه وسلم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبالغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يعني إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر كثير ممن كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأوا يصيبهم اليأس ويصيبهم القنوط ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشرهم في غزوة الخندق هذه فيه سخرة كانوا يحفروا في الخندق فجات سخرة عظيمة كبيرة صعبت على المسلمين بشي كسروها فعيتوا للنبي عليه الصلاة والسلام فاخذى معول واخذى فأس وضرب الضربة الأولى فانطلقت يعني خرجت شرارة فكبر النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر فتحت فارس كمل اضرب ضربة أخرى فخرجت شرارة أخرى يكبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله أكبر فتحت الروم والصحابة في الوقت هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر فيهم بفتح فارس وفتح بلاد الروم والصحابة يربطون الحجرة يربطوا في الحجر على كروشهم وعلى بطونهم من أثر الجوع الصحابة في الغزوات كانوا يأكلون أوراق الأشجار من الجوع اللي أصابهم من الفاقة ومن الخصاصة الواحد فيهم يعني بلغت الروح الحناجر القلوب الحناجر يعني القلوب من شدة الخوف اللي كان عليه الصحابة ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر فيهم بفتح فارس هما في حالة صعيبة في حالة يرثى لها والنبي صلى الله عليه وسلم حريص أن يزرع الثقة فيهم حريص أن لا يقنطهم منهج النبي عليه الصلاة والسلام هو التبشير يقول في ربي سبحانه وتعالى في سورة الفتح كما سنتابع للشاشة أحبتي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا كان عليه الصلاة والسلام حريصا على زرع الأمل في نفوس الآخرين حتى في تسميته لبعض الأسماء لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة كان اسم المدينة يثرب واسم يثرب فيه معنى اللوم ومعنى العتاب كما قال ربي عز وجل لا تثريب عليكم اليوم في سورة يوسف فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وغير اسم المدينة عليش حتى يعطيك الطابع الإيجابي اللي فيه تفاؤل يبعد عن معنى أكل لوم والعتاب المفرط سمها طابة وسميت بطيبة الخير يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يحب يعطي إشارات إيجابية للصحابة وسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة يعني نسبة إلى الطيبة والشيء الطيب وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة كذلك النبي عليه الصلاة والسلام غير عديدا من أسماء الصحابة الصحابة قبل في الجائلية كانوا العرب كانوا يسميوا أبناؤهم كلاب عزكم الله كانوا يسميوا مرة عبده مناف كانوا يسميوا عاصي عاصية يعني أسماء حتى فيها طابع سلبي طابع في يعني كثير من التشاؤم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير أسماء عديد الصحابة مرة يعني سأل فتاة صغيرة قالها ما اسمك يا يا فتاة يا بنيك يا طفلة صغيرة قالت له اسمي عاصية يا رسول الله قال لا بل أنت جميلة وغير لها اسمها علش حتى يعطيها ثيقة في أنفسها لذلك نحن من السنة أن نحسن أسماء أبنائنا لأنه الاسم يعني فيه دلالة عظيمة قد ما يكون الاسم جميل ويكون فرحان به الإبن أو البنت عادة من يسمي الكثير من الأباء والأمهات إرضاءا للأجداد أو للأباء والأمهات وتلقى بعض أسامي يعني نحن لا نعيبه الأسماء وإنما الجيل تغير والحال تتغير الأحوال تغيرت لإطار الزمان يتغير كثير من الأمور تطورت يجب أن تتطور معها حتى في الأسماء وأحسن الأسماء طبعا اللي فيهم أسماء الحمد أسماء اللي تدل يعني اللي فيها أسماء الله الحسنى خير الأسماء ما حمد أو عبد عبد الرحمن عبد الله خير الأسماء محمد صلى الله عليه وسلم أحمد أسماء الصحابة أسماء الصحابيات لكن هناك بعض الأسماء اللي فيها يعني ربما شيء من السلبية يحتاط الإنسان لأنها تؤثره على نفسية الإبن الصغير أو البنت الصغيرة النبي صلى الله عليه وسلم جدا مرة كان صحابي أيضا اسمه حزن كذلك فغير له اسمه النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما حريصا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع الصحابة بإيجابية ما كانش المنهج متاعه الشدة والتعسير قال في ربي عز وجل ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضه من حولك شوفك الشاب جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الزنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسده ولم ينهاره تخلي معاه في حوار يعني سبحان الله أترضاه لأمك أترضاه لأختك كذا وبدأ يحكي معه عن النبي عليه الصلاة والسلام بإيجابية فأقنعه وختم له بالدعاء قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر ذنبه اللهم حسن فرجه اللهم يعني طهر قلبه فخرج ذلك الشاب راضيا مقتنعا وهذا أيضا يعني سبحان الله أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم معنى عظيم حتى يجعله إيجابيا في المجتمع ونافعا كذلك القرآن الكريم أيضا في عديد من المواقف ربي سبحانه وتعالى في معنى الإيجابية هذه ومعنى التفاؤل ومعادم السلبية لأننا نعاني من السلبية والسلبية ليست من الدين قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يعني سبحان الله ولهناء التغيير يجب أن يكون بالحكمة وبالتي هي أحسن أدعي لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن يعني خاطب الناس برفق خاطب الناس بما يفهمون وكن كما الطبيب الطبيب اللي يعالج الأمراض من غير يستعمل ربما بعض المسكنات وبعض المهدئات حتى لا يتألم المريض حتى لا يتألم المريض وهذا من الحكمة شوفوا القرآن الكريم إخواني ربي سبحانه وتعالى ونختم بثلاث أمثلة ثلاث نماذج عملية في القرآن الكريم ربي أعطانا مثال في سورة ياسين عليه في سورة ياسين مثال الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعاه وعطانا مثال ثاني في سورة النمل مثال النملة النملة الإيجابية النملة التي تخدم لصالح الأمة وتخدم لصالح المجتمع التي تعيش فيه ورب سبحانه وتعالى أعطانا مثال ثالث أيضا في سورة النمل مثال الهدهد يعني يعطينا مثال طائر وحشرة ورجل المنظومة المتكاملة في القرآن كيفاش المثال متاع سورة ياسين يقول ربي سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ربي سبحانه وتعالى القرية هذه بعد ثلاثوس أنبياء ما كفاوش ما أمنهمش العباد فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا يعني فكذبوهم فكذبوهم ولم يؤمنوا بهم يقول قائل القرية هذه ربي سبحانه وتعالى بعثلها زوس أنبياء وزدها ثالث والناس بقي ما أمنتش فيه راجل جاء من أقصى المدينة يسعى شوفوا الإيجابية يعني وعدم اليأس وعدم القنوط من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولم يأس من إصلاح الناس ودعوتهم للتوحيد ودعوتهم للإيمان ودعوتهم للخير قل ربي عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون إلى آخر الآيات شوف رجل هذا كما يقول رجل غريب من أقصى المدينة يسعى ما حقرش نفسه وقال اللي أنا عندي دور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا كيف كيف إذا كانت نجلة ما تقدم خدمة للبلاد تقدم خدمة للعباد ما تحقرش حتى إيما أططوا الأذى عن الطريق يصدقه شوفوا كين كل واحد فينا يخرج اليوم في الطريق يخرج في الطريق ويلقى واسخة وهزها ويحطها في القمامة أو يقول كلمة طيبة شوفوا ما تحقرهاش شوفوا الخلق هذا ينتشر بين الناس خلق إيما أططوا الأذى عن الطريق فقط كل واحد منه يشتهد بش يكون هذا سلوك اليوم لا يكون هذا سلوك كل الناس والله لما وجدت على الأرض وعلى الطرقات يعني ربما لا قمامة ولا زبالة أعزكم الله لكن كي تكون هناك سلبية وكل واحد يلقي في المسئولية على غيره ما نجموش نكونوا إيجابيين ما نجموش نكونوا يعني دافعين إلى الخير وآمرين بالمعروف ونهيين على المنكة شوفوا نملة تعلمنا نملة اللي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في سورة النمل كيفاش النملة هذه اتخمم في المجتمع اللي تعيش فيه ما كانتش سلبية ما كانتش أنانية شوف ربي سبحانه وتعالى يقول وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون سيدنا سليمان متعدي مع الجيش ومع الجند امتعوه فكان النمل خارج في طلب الرزق وشوف النملة على بساطتها وعلى مخلوق ضعيف ضعيف النملة يعني حاجة بسيطة ولكن ربي سبحانه وتعالى عطانا فيها دروس عظيمة والله شوف اتأمل سلوك النملة عمرك ما تلقى نملة واقفة عمرك ما تلقى نملة سبحان الله راقدة في الثنية على عكس القطط القطط مثلا أعزكم الله معروفين بكثرة النوم وكثرة الكسل لكن النملة لا من اللي تخرج تشتغل وتخدم وتكد وتجد في طلب الرزق وإيجابية ودي ما عندها أمله شوف تعلمنا النملة حتى ولو تلقى حبة قمح اللي هي أثقل منها ما تنجمهاش تعيت الزميلتها بيشتعونها وتهزها النملة حتى وتسقط منها الحبة تستعين بمن معها ولا تفقد الأمل حتى توصلك النملة هذيك إلى الحبة إلى مكانها إلى يعني المدخرات متاحة شوف النملة هذه كانت نملة إيجابية لما شافت الخطر اللي سيدنا سليمان والجنود متاعوا باش يعفسوهم قالت نملة يا أيها النمل ودخلوا مساكينكم لا يحتمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون بينت أول حاجة خاطبت جميع المجتمع جميع الناس يا أيها النمل ما خاطبتش بني عمها وولادها وأقربها متاحة خاطبت مجتمع النمل الكل خاطبته يا أيها النمل عطاتهم الحل ودخلوا مساكينكم عطات الحل لا يحتمنكم سليمان بينت نوعية الخطر والمشكلة اللي جاي ونبهت ليه سليمان وجنود وهم لا يشعرون ثم النملة هذه من الحكمة متاحة كونها برأت جيش سليمان لان جيش سليمان هو جيش حق وجيش الحق لا يمكن ان يكون على باطل حتى وان عفسهم فهو لا يقصد شوف لولد صغير يعلمنا معنى الامل لولد صغير قداش من مرة يطيح وقداش من مرة يتعثر في المشي متاعه بش يقوم وبش ولا يمشي وبش ولا يجري وبش ولا يقفز وولد صغير تلقاه لا يفقد الامل رانا نتعلمه من امور بسيطة لولد صغير من لول يحبه وبعد يولي يقف على الحيط وقداش من مرة يطيح ولا يفقد الامل بالفطرة بالفطرة وبكل المحبة يعني اللي ربي سبحانه وتعالى اصرحها في قلب ومحبة الحياة هذه اللي تخليه عنده امل انه بش يجي نهار وياقف شوفوا لولد صغير وقل يبدأ يتكلم قداش من مرة يتلعثم قداش من مرة يقول كلمة بالغلط اللي نوليه نضحكه لانه السا مثلا ينتقها ثا والحروف من زلم يخرجهاش مليح وربما عنده كل لكنة ولكنه لا يفقد الامل لولد صغير اللي لا يفقه شيئا ولا يدري شيئا تلقاه يحاول ويحاول حتى لين يولي يتكلم حتى يولي بارع في الكلام وربما يولي ينشد ويولي يقول الشعر ويولي خطيب مفوه من ربما من افضل الخطباء هذا كهو الخطيب المفوه كان ربما لا يستطيع ان يكمل جملة واحدة حينما كان صغيرا كذلك الهدهد الهدهد في مجتمع سليمان وقت اللي سيدنا سليمان تفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين الهدهد هذا تنبه الى خطر كونه نبه سيدنا سليمان كونه فيه مملكة مملكة بلقيس كانوا على الشرك وكانوا على يعني الكفر نبه سيدنا سليمان قالوا انت فاش تعمل هنايا راه اني جئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجدت اني وجدت مرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله هدهد يعني في مجتمع سيدنا سليمان اللي ربي علمه منطق الطير ومنطق الحيوان فاتحمل المسئولية وكان ايجابي ونبه سيدنا سليمان كونه سبحان الله فم مجتمع اخر في حاجة الى الدعوة في حاجة الى الدعوة الى الله سبحانه وتعالى في ذلك احبتي ان لا نفقد الامل حتى وان كانت هناك صعوبات وهناك ابتلاءات لابد ان نكون ايجابيين تكون عنا ثقة في النفس تكون عنا ثقة في الله سبحانه وتعالى ان الله لن يضيعنا شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الهجرة كان في الغار كان معاصر سيدنا ابو بكر قل له يعني لو نظر احد تحت قدميه لرآنا بمجرد كون ينظر يعني واحد منهم عن سقيه لهلكنا سبحان الله قل له لا تحزن ان الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما ان الله معنا ان الله لن يضيعنا فلنتسلح احبتي بالتوكل على الله وبالثيقة في الله سبحانه وتعالى وعدم اليأس وعدم القنوط وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه المهم نسمع المواعد هذه ونسمع الكلام الطيب فنسمع كثير من الكلام اليوم كثير من المتكلمين وفيه ناس تدفع للخير وفيه ناس تدفع للشر فيه ناس تدفع للحق وفيه ناس تدفع للباطل لكن ربي سبحانه وتعالى يبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه واحسنوا الكلام ونحن في هذه الحصة حصة حسن الكلام ان نختار حسن الكلام حتى نكون ايجابيين ونختم احبتي بهذه الأبيات الشعرية بهذه الأبيات الرقراقة التي ربما تجعلنا إيجابيين حتى لا نفقد الثقة لا في أنفسنا ولا في هذا الدين ولا في أن النصر قادم وفي أن المستقبل خير وفي أن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرقت فانصف وإلى ربك فارغب يقول الشاعر يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا بليت ففتق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر منسرة لا تجزعن فإن الكافي الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا ربنا اجعلنا من الذين لا يعتمدون إلا عليك واجعلنا اللهم من الذين لا يتوكلون إلا عليك اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ختاما أحبتي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رؤيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الظلم إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وبيت الذنوب